جماعة أنا أشوف فرصة كبيرة للبيتكوين حالياً وهذه يا جماعة نفس الفرصة اللي كنت أشوفها لما البيتكوين كان هنا في الأسفل عند مستوى 30 ألف دولار وقبل هنا ما حصلنا على هذه الحركة الكبيرة إلى مستوى 31 ألف دولار ورح أتكلم عن ليش هذه الفرصة واضحة جداً هنا ورح أعطيكم عن كل التلميحات ورح أعطيكم دحديث عن كل شيء قاعد يحصل جفنا هنا بيانات الـ CPI تطلع أمس والأسواق التقليدية ارتفعت ولكن البيتكوين حصل هنا على هذا الهبوط وأكيد في شيء لازم يخرب الهافلة ولكن هذا فقط يخلي الفرصة تصبح أكبر فجماعة إذا أنتم داخلين في سوق العملة الرقمية بأي شكل من الأشكال فتأكدوا بأنكم تظلوا معاي من البداية إلى نهاية أشياء مهمة كثيرة نتكلم عنها اليوم مرحباً بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن العملة الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد لهذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجراز الآن طيب جماعة خلونا ندخل هنا نتكلم عن هذا الشيء وراح نتكلم عن الفرصة الكبيرة اللي أشوفها هنا الآن في البيتكوين طيب اللي تقدروا تشوفه وهو أنه أمس في الواقع نشوف هنا حصلنا على ارتفاع شوية وصلنا إلى مستوى 31 ألف دولار وبعدها بشكل سريع حصلنا هنا على هذا الهبوط طيب ليش حصلنا على هذا الشيء؟ إذا شفت الفيديو تبعي أمس فإنت عرف بأنه بيانات الـ CPI كانت رح تطلع وبيانات الـ CPI أكيد كانت رح تسبب حركة كبيرة للبيتكوين وهذا هو الفيديو اللي نشرته أمس طيب كنا نتكلم عن بيانات الـ CPI بأنها رح تكون أفضل من المتوقع وليش؟ لأنه إحنا كنا نشوفه على بيانات الـ Trouflation والتوقع لمعدل التضخم اللي كان رح يطلع أمس هو كان بنسبة 3.1% خلونا نشوف هنا نعم أوكي كان المتوقع 3.1% ولكن إذا شوفنا هنا على بيانات الـ Trouflation لشار 6 فهتقدروا تشوفوا بأنه يعني هنا 2.5 أو 2.6% فيعني إذا حاولنا بأنه إحنا هنا نرسم شيء متوسط فيعني رح يكون 2.9 2.8 أو 3% وإذا رحنا هنا وشوفنا فبالفعل نشوف أنه هذا هو اللي حصلنا عليه شوفنا هنا التوقعات تنضرب لأنه التضخم هنا طلع بـ 3% وهذا كان طبعا أفضل من المتوقع والـ Core Inflation طلع بـ 4.8% وهذا أكيد كان أفضل من الـ 5% المتوقع طيب فإذا رجعنا هنا فنقدر نشوف هنا بأنه حصلنا على هذا الارتفاع والأسواق التقليدية كمان حصلت على ارتفاع كبير وراح أتكلم أكثر عن الأسواق التقليدية بعد شوية ولكن حصلنا هنا على الارتفاع كبير للأسواق التقليدية وحصلنا هنا على الارتفاع في البيتكوين طيب ولكن أكيد في شيء لازم يخرب الحفلة وفي الوقت اللي كان يرتفع فيه البيتكوين شوفنا الحكومة الأمريكية تحول البيتكوين بقيمة 300 مليون دولار وإحنا عرفنا جماعة طبعا بأن الحكومة الأمريكية مصادرة البيتكوين لسالك رود في ذاك الوقت الحكومة الأمريكية طلعت وقالت بأنها راح تبيع كمية البيتكوين هذه فأمس لما بدأوا بتحريك كل كمية البيتكوين هذه أكيد السوق توتر وأكيد السوق صدق بأنه راح تنبع هذه الكمية أكيد أنه راح تنبع ولكن السؤال هو متى؟ فتم تحريك هذه الكمية ولكن إلى الآن يبدو بأنه ما تم تحويلها أو إرسالها إلى الكوين بيس علشان تنبع ولكن فقط هنا حقيقة إنهم قاعدين يحركوا هذه الكمية فقط هذه الفكرة سببت خوف وهلع كبير في السوق فعلشان هذا الشيء نشوفنا بأنه حصلنا على هذا الهبوط هنا بما يقارب ألف دولار فهذا هو سبب هبوط البيتكوين هنا وكمان سبب آخر لهبوط البيتكوين وهو متعلق بطلبات الاتف طيب غاري جنزلر تم سؤاله أمس عن الكوين بيس بأنه هو مركز تقديم طلبات الاتف وليش الكوين بيس هو المركز؟ لأنه الكوين بيس هو اللي راح يعمل معه اتفاقية السيربيليونز يعني مقدمين الاتف أو الاتف بروبايدرز بلاك روك وبقية الكائنات الأخرى راح يعملوا سيربيليونز مع الكوين بيس وهذا معنته بأن الكوين بيس لعب كبير في كل هذه الطلبات وطبعا غاري جنزلر ما قدر بأنه يتكلم عن الطلبات ولكن تكلم بشكل سلبي كبير عن منصات تداول الكريبتو وقال بأنها تعمل بطريقة متضاربة وعندهم مراقبة مخاطر محدودة فهذا هو اللي قاله وهذا كمان ربما يكون سبب من أسباب هذا الهبوط في البيتكوين لأنه أكيد في هايب كبير مع الاتف وفي توقعات كبيرة للبيتكوين بأنه يرتفع في الوقت اللي راح يتم في الموافقة على الاتف وأنا لسا أعتقد بأنه راح يتم الموافقة على هذا الشيء عجلاً أم أجلاً وفي تلك النقطة أكيد هذا راح يكون شيء بولي جداً للبيتكوين والبيتكوين راح يحصل على أرباح هائلة على المدى القصير من هذا الشيء وأكيد على المدى الطويل من ضغط الشراء على الاتف راح نشوف البيتكوين يرتفع للأعلى طيب في شيء مهم لازم نحطه في عين الاتبار وهذا طبعاً تكلمت عنه أمس وهو أنه إحنا لسا هنا على الفريم اليومي إحنا لسا تحت هذا الخط الأحمر المهم تقدروا تشوف هنا بأنه حاولنا نكسر هذا الخط الأعلى على الفريم اليومي مرة مرتين ثلاث مرات ولسا ما قدرنا نعمل هذا الشيء فهذا جمع هنا أحد الأشياء المهمة أنا عايز أنه نكسر هنا فوق هذا المستوى بشكل سريع جداً وأأمل بأنه إحنا راح نطلع فوق هذا الخط في اليومين القادمين هذا الخط الأحمر تقدروا تشوف هنا في السابق بأنه هبطنا تحت هذا المستوى واستمرنا بالهبوط بعدها بشكل كبير فهذا هنا لسا يعتبر من أحد الأشياء المهمة على الفريم اليومي وهذا يجمع يخليني هنا شوي قلق أقل شيء حتى ولو على المدى القصير ولكن على المدى المتوسط والمدى الطويل أكيد أنا بوليس جداً وفي شيء مهم خلونا يجمع هنا الآن نتكلم عن الفرصة التي تكلمت عنها في بداية هذا الفيديو طيب اللي تقدروا تشوفوا يا جماعة هنا بأن الأسواق التقليدية قاعدة ترتفع بشكل هائل وتقدروا تشوفوا بأنه إحنا هنا الآن تماماً عند هذا الخط الأحمر داخل هذا الخط البني كسرنا هنا إلى داخل هذا الخط البني وحصلنا على دعا من عند هذا الخط الأحمر مرة مرتين ثلاث مرات والأسواق التقليدية استمرت بالصعود الأعلى طيب مؤخراً كان هنا فيه نوع من أنواع التناقض يعني في الوقت اللي ترتفع فيه الأسواق التقليدية للأعلى نرى بأن البيتكوين يهبط لأسفل طيب دخلنا نوريكم على الفريم اليومي أخلوني وأطلع هنا كمان إلى الأسواق التقليدية طيب أتيت أتشوف أجماعة هنا بأنه في هذه النقطة اللي كانت فيها الأسواق التقليدية ترتفع للأعلى بهذا اللون الأزرق وبعدها هنا البيتكوين حصل على هذا الهبط واللي قلت أجماعة هنا بأن نرى هذا الآن هنا تناقض كبير يعني البيتكوين ماشي بهذا الشكل الهابط والأسواق التقليدية ماشي بشكل صعد وهذه جماعة هنا فقط مسألة وقت إلى أن يلحق البيتكوين بالأسواق التقليدية والبيتكوين كان عند مستوى 24 ألف دولار في هذه المنطقة وتقدروا تشوفوا بعدها بأنه لما الأسواق التقليدية بدأت بالهوض شوية نشوف بأنه البيتكوين حصل هنا على أرباح أكبر من الأرباح اللي حصلت عليها الأسواق التقليدية في خلال هذه الفترة كلها طيب اللي تقدروا تشوفوا الآن يا جماعة نشوف هنا بأنه البيتكوين ماشي بشكل جانبي وفي الواقع نشوف هنا البيتكوين ماشي شوية بشكل هربط مؤخرا ولكن الأسواق التقليدية قاعدة تمشي في هذا الارتفاع فاعتقد جماعة بأنه هذه هنا فقط مسألة وقت إلى أن يلحق البيتكوين مرة أخرى بالأسواق التقليدية البيتكوين راح يتغلب على الأسواق التقليدية وفي الواقع بالفعل يتغلب على الأسواق التقليدية سنة ورى سنة أنا متأكد بأنه راح يتغلب على الأسواق التقليدية فهذه يجمع هنا بعض الأشياء المهمة اللي أنا راقبها حاليا على الفريم اليومي نعم إحنا الآن عند مستوى مقامة وعايز نكسر هذا المستوى للأعلى ولكن في حافز كبير بأنه لما نحصل على هذا الشيء ممكن نحصل على ارتفاع كبير هنا إلى مستوى 33 ألف دولار أو 35 ألف أو حتى 40 ألف دولار وهذا هو اللي أنا راقبه الآن حاليا وزي مورتكم في الأسواق التقليدية شكلها الآن جيد جدا وارتفعنا هنا فوق القمة السابقة وحاليا هنا داخل هذا الخط البني فيعني لسيعتبر هنا شمية قلق على المداء القصير ولكن إذا قدرنا بأنه ننصف في هذا المستوى فبعدها ممكن نحصل على ارتفاع آخر هنا في الأسواق التقليدية إلى 4,644 دولار فنعمج معه إلى الأشياء تبدو جيدة نبدو هنا بولج ونحصل على تماسك هنا تماما تحت خط المقاومة فمعدلات الـ CPI كما انطلعت بشكل جيد وبالنسبة للأشهر القادمة إذا شفت الفيديو تبعي أمس فراح يكون في عندنا مقارنة صغيرة مع السنوات الماضية فراح ندخل في فترة التضخم ما كان متفع فيها بشكل كبير جدا يعني باختصار أو بمعنى آخر الأشهر القادمة هذه راح نقارنها بأرقام ضعيفة من السنة الماضية فقد يكون معنا هذا الشيء بأنه الأرقام الحقيقية التي ستطلع سيتم أخذها على أنها سلبية أكثر من اللي هي عليه لأنه نقارنها بأرقام أضعف طيب وبالنسبة للسراتيجية التداول تبعي طبعا إلى الآن تستمر هنا بشراء الطلبات والدخول في الصفقات وهذا شيء جيد جدا فأخلي هذه البوطات هنا تعمل أو تداول على المدى القصير بدالي وبعدها أحاول أني أدخل عند نقاط مؤينة وأكيد جماعة راح يكون في هنا فرص أكثر لصفقات أكثر انتوا عارفين جماعة بأنه مؤخرا دخلت في بعض الصفقات هنا إدويا ومعظم هذه الصفقات كانت مربحة جدا فبالنسبة لصفقات القادمة راح أحاول أني ألقط طبعا أنتوا عارفين هنا بأنه أنا قاعد أحاول بأنني ألقط هبوط سريع هنا بهذا الشكل اعتمادا على خلال أن نقول مثلا الحكومة الأمريكية ترسل البيتكوين إلى الكوين بيس أو قضية ضد الباينانز أو أي شيء آخر هذا الهبوط هنا السريع أعتقد بأنه الهبوط السريع راح يتم شراؤه بشكل سريع جدا فهذه يا جماعة هي راح تكون صفقاتي القادمة وممكن كمان أردي تكون أنت أردي قد بدأت بوضع طلبات الشراء هنا أو مستوات الشراء وأنا لسه أكيد طبعا راح أحاول أستغل هذه الفرصة طب فهذه هي جماعة راح تكون هي صفقاتي القادمة علشان أحاول بأني ألقط الذيل في الهبوط لأنه أنا مؤمن بأنه الارتداد والارتفاع راح يكون كبير للأعلى ولكن احنا في نقطة من النقاط أكيد راح نحصل على هبوط حد في البيتكوين كمان فخلونا يا جماعة هنا نخلي عيوننا مفتوحة على هذا الشيء وبعد كده عندنا دان مرهد اللي هو السيئو لفنتارا كابيتل يعتقد بأنه السوق طول بشكل كبير هنا في شكل هذا الهابط وإحنا جاهزين لأرباح هائلة كبيرة فلي تقدروا تشوفوا جماعة هو هنا الترند السنوي تقدروا تشوفوا السعر باللون الأصفر وتقدروا تشوفوا هنا السنوات باللون الأبيض والآن تقدروا تشوفوا بأنه بشكل واضح إحنا هنا في الجهة السفلية وإحنا على وشك بأنه نحصل على هذه الحركات الكبيرة للأعلى فأعتقد جماعة بأنه هذه هنا فقط تعتبر مسألة وقت إلى أن نوصل إلى هذا الشيء فهذا هنا راح يكون شيء رائع جدا مش فقط لإستراتيجيات التداول هذه هنا ولكن كمان لمحافظ المدى الطويل اللي جمعتها وبالنسبة يا جماعة إذا عايزين تستخدموا إستراتيجيات التداول هذه هنا بنفسكم ففي عندكم الرابط تحت موجود في صندوق الوصف فقط رحونا إلى الروابط الموجودة أنا طبعا أستخدم منصة الوكي اكس فتقدر تطلب بوناس يصل إلى 60 ألف دولار عن طريق الضغط على هذا الرابط وإضغط على جوين ناو إنضم الآن وبعدها لما تكون خلاص سجلت وضغطت على إنضم الآن جوين ناو فتقدر بعدها تنزل وتعد كل هذه البوطات عن طريق هذه الروابط جماعة هذا كل شيء عندي اليوم بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم